ضحية جديدة والمراضي ضحية قناة مليونية وتكلمنا قبل كده اكتر من مرة عن الموضوع ده وللأسف الشديد البعض من حضراتكم ما زال مستمر ومسيطر عنده فكرة انه حيعاند رئيسه ومديره في الشغل اللي انت عايزه اعمله بس في الاخر انت الوحيد اللي حتجني سمار عملك مصطفى زهير لما جيت بسيط على قناته من القنوات اللي انا بحب اشوف المشاكل اللي بيحصل فيها اليوتيوب بيعمل ايه في القنوات ولكن المراضي كان فعلا عقاب فريد من نوعه على حيث وصفه وفعلا كان غريب جدا ان انا اشوف العقاب ده مرة واحدة يعني دايما اليوتيوب بيديك تحذير بيديك انظار زي ما حصل مع ابو فلا وغيره من القنوات المليونية او المئة الف على الاقل ولكن 947 الف مشترك وقناة فيها 202 فيديو وفيها 272 مليون مشاهدة في مهاب الرياح راحت كلها والسبب انه تكلم عن الاحداث الجارية اللي بيمر بيها الوطن العربي في الفترة الاخيرة اليوتيوب المراضي كان قاسي جدا وعمل حركة يمكن ما بتحصلش غير لواحد ما بين المئات الالاف من منشئين المحتوى وهو انه وقف الربح مرة واحدة على الرغم ان الفيديو لما جيت بصيت وشفته لان فيه ناس نزلوه ما كانش فيه الاوفر اللي هم عملوه او السبب الاساسي لانه كان بيتكلم عن الانفاق والسبب الاساسي اللي يخليه ياخد اقاف الربح مدى الحقيقة على الرغم ان فيه قنوات كتير جدا صغيرة الموضوع ده بيحصل معاها وبنتكلم ان احنا ما نتكلمش عن اي احداث قد يؤثر بالسلب على العنصرية او الكراهية او بتتكلم عن منظمة المنظمة دي اليوتيوب او الماسك اليوتيوب معتبرينها منظمة او جماعة ارهابية فبالتالي حضرتك ما ينفعش تتكلم عن حاجات دي لان هنا انت بتخالف سياسات اليوتيوب ونتيجة مخالفة سياسات اليوتيوب لأسف هذه المشكلة حلها غير موجود اطلاقا على اليوتيوب عارف لو بتاخد انظار الموضوع ممكن يتحل بعد تسعين يوم تحذير عادي الموضوع بدأ بعد التحديثات الجديدة تحل بعد تسعين يوم كمان لكن اقاف الربح بصورة نهائية والله لو تصلت مع الدعم الفني عشرين الف مرة الموضوع اكبر منهم بكتير جدا لان هنا اليوتيوب بدأ يحسبها ان المعلن اكيد بلغ فلما المعلن بلغ قال ان اليوتيوب هنا وتكلمت عن الموضوع ده قلت ان اليوتيوب في استطاعته ان هو يحزف لك الاعلانات وايقاف ادسنس بصورة نهائية وده اللي اتكلمت عليه قبل كده من فترة وقلت انك لازم تاخد بالك منه يا زهير فانت لازم تابع قنوات التعليمية وتسمع بشكل مستمر لزهير وغيره من القنوات الكبيرة او الصغيرة لان المجال المحتوى التعليمي لازم يكون مرجع ليك في طريق تقديمك علشان فيه تحدثات بتحصل بشكل مستمر فيه حاجات انت مش بتاخد بالك منها انت بتجرع المشاهدات وطبيعي جدا ان اي متج المحتوى اهم حاجة عنده المشاهدات ولكن احنا بنبصد من الجانب اكبر وجانب اشمل ان احنا نقول يا جماعة عامة تتكلموش عن عن المنظمات الارهابية ما تكلموش عن اي حاجة من خلف السياسات ما تكلموش عن اي حاجة قد تؤثر على قناتك بالسلب واخد بالك في بعض الاحيان انا بقول كلام الكلام ده اصلا مخالف ما ينفعش ان احنا نقوله وبيقلل مرتش القناة ولكن بحاول افاهمها لك بالشكل الكامل علشان تفهم اليوتيوب مش هيسمحلك انك تخالف اي سياسات هو حاططها فعشان كده بقول له حضرتك انت بتشتغل عند مدير المدير بيمشيك على النامط اللي انت ماشي عليه عجبك كمل مش عجبك توقف عنك الربح روح اعمل قناة جديدة وابدأ من الاول ولما تبدأ من الاول هتخاف تعمل اي حال غلط يبقى من البداية ما كناش نعمل حال غلط من البداية الرسالة للجميع وليس بس ظهير الرسالة للجميع لازم تخافه على اكل عيشكو لان ده مصدر اكل عيشك انت متخيط ان بعد لما تم ايقاف الربح تم تعليق مبلغ كبير جدا من ارباحه فبالتالي ارباحه القديمة كمان مش هيخدها يا لهوي طب ازاي ده 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 قرار صعب جدا ده 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 ظلم كبير قوي ده 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 د هم مش عايزينك تتكلم عندك منصات تانية ممكن تتكلم فيها هم عايزينك ما تتكلمش ما تتكلمش عايز اقولك ان الموضوع حصل في الفيسبوك مفيش واحد نشر على الفيسبوك اي حاجة مخالفة اي لو خد قيد تحذير او قيد نشر او قيد اعلانات او قيد ارباح او تعليق الفترة الاخيرة بشكل كبير جدا بقى لهم يومين انت لو جيت بصيت على الفيسبوك تلاقي كل صحابك من الازل سكرينشوت اقاف 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 هم نكملين ينكملوا بس ترامى الموضوع بعيد عن اكل عيشك افهم افهم ادرسك وعيس انت قد المسئولية دي انك تتخلى عن اكل عيشك شوف اللي انت هزه انت هتبقى ضحية ضحية قنام اليونية الضحية والله قنام اليونية شكرا لجبنا